للحديث ونقاش أكثر ينضم إلينا بستوديو الغد دكتور سفيان أبو زيدة الوزير الفلسطيني السابق والقيادي أرحب بك دكتور سفيان مساء الخير سأبدأ من بيان ما جاء في بيان حماس هل يلخص فعلا على الأرض باعتقادك الموقف الإسرائيلي الحقيقي من هذه الجولة من المفاوضات؟ يعني هو لم تكن مفاوضات بمعنى يعني مفاوضات حقيقية حول تفاصيل لم يكن وكل ما تم الحديث عنه بناء على مصادر سياسية إسرائيلية وكل ما ذكر في الإعلام الإسرائيلي على مدار اليومين وبنينا عليه الكثير من التفاؤل ثبت أنه على أرض الواقع غير موجود لم يحدث في الدوحة كل هذا التفاؤل ولفت الانتباه أيضا أنه خلال الـ 24 ساعة 48 ساعة كل التفاؤل كان إسرائيلي ومن مصادر غير معروفة يعني بمعنى لم يتحدث شخص مسؤول له علاقة باتخاذ القرار ليقول أن هناك تقدما في المفاوضات وأننا على وشق التوصل إلى صفقة كله كان حديث إعلام وبالتالي هذا يعزز القناعة بأن نتنياهو هو هو لم يتغير وأن الظروف لم تتغير وأن الشروط لم تتغير من سمعه اليوم يتحدث في حفل تخريج دور الضباط يعني قال بشكل واضح لن نسمح بتهريب السلاح ولذلك سنبقى في معبر رفح وسنبقى في فلاديلفي طيب إذا أنت بدك تبقى في معبر رفح وبدك تبقى في فلاديلفي على ماذا يتفاوض الوفد الإسرائيلي هناك؟ مع العلم أن جلند وزير الدفاع أمس ماذا قال؟ قال أنه ليس لدينا مشكلة أن ننسحب من معبر رفح وأن يتم إدارته من قبل جهة فلسطينية ولكن ليست حماس هذا موقف وزير الدفاع أمس في حفل في كلية الأمن القومي وأن هناك فرصة هذا أيضا وأن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق يجب أن لا نفوتها لكن اليوم لم يتحدث عن صفقة وعن القطاع وفي حفل تخرج أيضا الضباط جلند؟ نعم جلند اليوم كان لديهم بعض الأحداث المهمة والتي لها علاقة بالتحقيق خاصة في كيبوتس بيري الذي قتل فيه مية واحد وتم أسر أكثر من ثلاثين وبالتالي هو تحدث كثيرا عن هذا التقرير وتحدث أيضا عن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية وهذا الأمر يستفز نتنياهو كثيرا لأن نتنياهو يرفض أو لا يريد أن يسمع عن هذه الكلمة لجنة تحقيق رسمية وكما تحدث أيضا عن تجنيد الحريدين نقاط الخلافية على ما يبدو تبقى هي بين كل من جلند ونتنياهو والإعلام الإسرائيلي بدأ في تناول أن نتنياهو يفكر جديا في إقالة جلند هل يستطيع بمقدوره أن يقيله؟ يعني كلنا نذكر قبل أشهر العام الماضي على خلفية الموقف جلند من التغييرات القانونية التي أراد القضائية التي أراد أن يحدثها نتنياهو وحكومته نتنياهو قرر إقالته وأصدر قرار إقالته وتراجع عنها بعد 24 ساعة 48 ساعة بعد أن كانت هناك مظاهرات جلند كان له موقف أيضا في موضوع تجنيد الحريدين بأنه لن يقدم أي قانون لتجنيد الحريدين إلا إذا كان متفق عليه من كل الأحزاب بما في ذلك أحزاب المعارضة هذا أيضا هو يختلف عن موقف نتنياهو في موضوع المفاوضات رأينا أن هناك أيضا هناك اختلاف في وجهات النظر من حيث الأولويات طيب لو أقدم على الخطوة يعني برغم أن الظروف يعني ربما هذه السنة غير لأنه البلد تشهد حربا لكن لو أقدم عليها هل ستكون لها تداعيات يعني لو الأمر يتعلق بنتنياهو نتنياهو غدا سيقيل جلند ويتخلص منه وهذا أيضا أمر غير مستبعد نتنياهو الذي يضحي بالأسرة والمحتجزين الإسرائيليين هو لا يتردد فيه التضحية بوزير يخلق له أتعاب ويخلق له مشاكل ربما إذا وافق قد عنصار وهو لديه ثلاث أعضاء كنيسة آخرين إذا وافق على أن يكون ينضم إلى الحكومة وينضم إلى تلاف أعتقد أن هذا يسهل المهمة على نتنياهو ولكن حتى لو حدث ذلك أعتقد ستكون ردة فعل في إسرائيل قوية شعبية قوية وهذا حتى في الليكود لأن جزء من الليكود محسوب على نتنياهو بشكل مطلق يريد أن يدفع جلند إلى الخارج ولكن في جزء آخر لا يريد ذلك لأنه إذا الآن ضحى بجلند فهو سيضحي بهم أيضا في المستقبل لذلك لا أعتوقع أنا شخصيا أن يقدم نتنياهو على هذه الخطوة إلا إذا ضمن قدع صعر في جيبه هذا أحد الشروط الأساسية ولكن قدع صعر هو يعرف نتنياهو جيدا ونتنياهو يكرهه كثيرا وهو لا يثق بنتنياهو والكثير من الخلافات كانت بينهم لذلك ليس من السهل لكن في السياسة الإسرائيلية كل شيء ممكن أن يحدث ما جاء أيضا في كلمة نتنياهو تحدث عن أن حماس تتقدم بمطالب تتعارض مع إطار وقف إطلاق النار ماذا يقصد؟ نتنياهو يريد صفقة دون أن يدفع ثمن نحن نتحدث الآن عن مبادئ ونتنياهو وضع مبادئ عمليا تنسف الورقة التي المحسوبة على اسمه المكتوبة باسمه الذي هو قدمها بمعنى عندما يحدد أربع شروط أو خمس شروط لأي صفقة والوفد الإسرائيلي يذهب إلى الدوحة مقيدا بهذه الشروط هو أكيد عمليا يقول لا أريد صفقة بكلمات واضحة لا أريد صفقة ليس هناك صفقة ممكن أن تتم في ضل وجود الجيش الإسرائيلي فرقة كاملة في تفصل غزة شمالها عن جنوبها الاتفاق يتحدث عن انسحاب القوات الإسرائيلية سواء كان في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالث ليس هناك صفقة إذا بقيت الجيش الإسرائيلي في محور نتسارين في لديلفي وأعتقد أن رئيس الشباكة اليوم هو ذاهب إلى القاهرة لمناقشة هذا الأمر ليس مناقشة موضوع الأسرة وإضافة إلى كل ذلك هم يختلفون ويتناقشون حول الضمانات التي تريدها حماس ضمانات مكتوبة أو ضمانات شفهية بأن المفاوضات ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق ونتنيعه يقول سأستمر حتى بعد الصفقة سأستمر في ملاحقة حماس وملاحقة المقاومة حتى أقضي عليها طيب يعني طب هم يوافقوا لك ليش طيب إذا أنت بدك في كل الأحوال بدك تستمر في القتل طب ليش يوافقوا لك يعني هو بالفعل نحن أمام مماطلة جديدة من قبل الجانب الإسرائيلي في هذه الجولة من المفاوضات من قبل نتنياهو يعني هو يعرق المرة جديدة سير هذه المفاوضات للأسف للأسف كوتر كل أجواء التفاول التي كانت سائدة خلال 24 ساعة 48 ساعة الماضية وكل الحديث أن هناك فرصة وأن الفرصة قوية وأن هناك يعني جسر للفجوات وأن الوفد سينتقل من الدوحة إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات كله نتنياهو عمليا نسفه بخطاب اليوم وفي المحددات التي وضعها قبل أيام هذا يعني أننا نعود إلى نفس السيناريو الذي تكرر منذ الصفقة الأولى في شهر ديسمبر الماضي يتكرر السيناريو جولة مفاوضات جهود تبذلها مصر وتبذلها قطر تبذلها الإدارة الأمريكية ولكن نتنياهو في النهاية حتى الآن هو لا يريد أن تكون صفقة هل يخلق أي خيارات أمام حماس؟ لا يخلق خيارات كثيرة سوى الاستمرار الاستمرار في بدن الجهود من أجل التوصل إلى صفقة دون أن يكون هناك استسلام لأن عمليا ما يريده نتنياهو أعلان استسلام وليس صفقة تحفظ يعني تعيد الأسرة الإسرائيليين وتوقف الحرب هو عمليا بشروطه هو يريد أن يقول لحماس عليك أن ترفع الراية البيضاء وتستسلم هذا العمر لم يحدث شكرا جزيلا لك دكتور سفيان أبو زيدا الوزير الفلسطيني السابق والقيادي شكرا جزيلا لك